بالنسبة لصحتي مع عندي اي سؤال غير انه بدي اسمن كيف? ولله بالنسبة لو احنا مسلاً اسمعوا ليكن عندنا لو احنا عندنا 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 نحافة لابد في البداية ان احنا ما عندناش مشاكل سيبقة from المسبب لنا النحافة. ايديه احنا في البداية ايدي הי sollic adults لو عايزين نتكلم عن النحافة لابد ان احنا لا تكدم ان احنا ما عندناش خلال مرض يهو مسببنا النحافة. طب اي هو يا دكتور رحمد الخلل المرض اللي انت بتتكلم عنه? بشكل بسيط بناقدر نقول ان الخلل المرض ده ممكن يكون عندنا مشاكل في الغدة الدراقية. الغدة الدراقية بتاعتنا بتفرز هرمون اسم هرمون السايلوكسيني ما بيفرز بالشكل المبالغ فيه الحرق عندنا بيبقى كبير. فبالتالي الاكل بتاعنا ما بنستفيدش منه. وبالتالي لو كانت كتير يا دكتورنا باكل كتير جدا. بقى شرب كتير جدا عشان زيد في الوزن. برقم من زيك ما بزيدش في الوزن. فممكن يكون الغدة الدراقية. فرط نشاط الغدة الدراقية. هو السبب في عدم زيادة الوزن عندنا. فلابد ان احنا نعمل تحليل تحليل تي تري والتي فور مع علشان نتأكد ان احنا معدناش مشاكل في الغدة الدراقية. دي رقم واحد. تاني حاجة ممكن ديدان في العمعات وبسبب في النحافة وفقد الوزن اللي عندنا. فاحنا لابد ان احنا نعمل تحليل تبراز العينة صباحية علشان نتأكد ان احنا معدناش ديدان في العمعاء هي السبب في النحافة وفقد الوزن اللي برضو لابد ان احنا نتأكد هل مسلا وليكن نزول الوزن اللي حصل لي ده مسلا هل لو كان مفاجئ اه وهناك مسلا بعض الاعراض لمرض السكر فمرض السكر برضو ممكن يكون سبب في النحافة في فقد الوزن فلابد في البداية ان نتأكد وان نعرف ما هو سبب النحافة اللي موجودة عندنا فاعملنا كل التحاليل وما طلعش عندنا اي مشاكل صحية فبنقول وبنجزب ان الشخص ده عصبي العصبية سبب في النحافة في فقد الوزن الضغط النفس والضغط العصبي احد اسباب ان نحافة في فقد الوزن فلابد ان احنا نعالج العصبية لو احنا عملنا تحاليل وما طلعناش عندنا اي حاجة وفقط العصبية اللي عندنا بنعالجها ازاي بناخد بيتامين دال مع بيتامين بي سيكس مع ملاح الكالسيم والماغنسيوم وبناخد مشروبات بتاعنا الشهية زي البابونج والكرويا والينسون والحلبة ونبعد شوية عن المشروبات اللي بتضمر العظم بتاعنا بسبب اللي الفرط فيها ممكن يسبب برضو عندنا ان حافة في فقد الوزن زي الشاي والقهوة والنسكافية والجولدن لاتيه وكل الاشياء دي لان الاشياء دي بتسحب الكالسيم من العظم عندنا فبالتالي يحدث عندنا خفة في العظم بتاعنا وبالتالي فقدان الوزن عندنا فلابد ان احنا نبعد شوية عن الشاي نبعد عن القهوة مش بنقول نمنحها لكن بنقول ناخدها باعتداد يعني مسلا باعتداد يعني كم واحدة في اليوم بنقول واحدة اتنين تلاتة حد اكسر اربعة لكن نشرب اكتر من كده فوارد ان احنا نسحب الكالسيم العظم عندنا وبالتالي ما نستفيدش من آآ آآ يعني حتى لو احنا ماشينا على انظمة معينة ما نستفيدش منها بشكل كبير ممكن نستعين ببعض نستعين طبعا بنظام غزائي سعيدنا في هذا الامر آآ النظام الغزائي ده بتعمل لكل الشخص على حدة حدة على حسب سنه ووزنه وطوله وحالته الصحية ونعلى المواطيات اللي موجودة عنده بيتم دكتورية تغزية بيديله نظام غزائي مع النظام الغزائي بيتامين ده وبيتامين بيه سيكس والماغنيسيوم والكالسيا وممكن هناك بعض الوجبات المقترحة اللي بتحسن الحالة نفسية زي آآ بوجبات مقترحة بتحسن حالة نفسية مسلا زي ايه زي مسلا آآ الطمر بالحليب الطمر بالحليب عليهم مكسرات آآ اشياء من هذا القبيل او بليلة باللبن كل هذه الاشياء تفتح الشهية ممكن مسلا نستخدمها على مدار اليوم آآ يحفز لنا الشهية عندنا وتحسن لنا الحالة النفسية لان قلنا لو السبب نفسي يبقى لابد ان احنا نعالج الحالة النفسية والنصيحة الاساسية بنقول ممنوع العصبية ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال النواية على السبق لانك انت لا يجيلك الضغط انت لا يجيلك السكر انت لا يجيلك القلب انت لانك نحيف ومش هتزيد في واز تقول ما فيه عصبية تخلصت انا لو عايز تقول حاجة ممكن تسيقى الله يزيك الخير الله يعطيك الف عافية الله يعطيك الف عافية لحسن انا عملت حاليل يحكيني ما في اشي عندك بالمرة تمام بس ممكن انه العصبية لانه انا بعصب بثير خلاص يب انت دلوقتي عرفت ما هو السبب ممكن تكون هيك انت دلوقتي عرفت ما هو السبب فلابد ان احنا لانه اه 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 اتفضل اخ كمل كمل انها جاوبك دلوقتي بس انت كمل سؤالك للنهاية يعني انا شفت دكاترو يعطوني دوة وابصر ايش اعمل هذا التحليل وشوف هذا التحليل وميت على الفاضي وصلت انظم اكلي وصلت اكل مرتين تحرات بعدين صرت كل مرة يعني اتعود عائشة معين تمام وصلت لانه خمس مرات اكل في اليوم تمام وحتى اجيب الدوة فاتح شهية اعم وجاب نتيجة معك محدش اه محدش اه محدش اقلك العصبية دي خالص انا الوحيد اللي قلت لك دلوقتي يعني انا دلوقتي اه سفينة ده مفاز بتاعتك دلوقتي كويس الله يعطيك العافية الله يساعدك بص انا الله يساعدك الله يساعدك الله يخليك بص اه هكلمك هكلمك على بعض الحاجات لعلاج العصبية برضو مهمة يعني مثلا بنقول اه في بعض الناس لو انت العصبية عندك شديدة ممكن نقول ان نضطر ان احنا مثلا اه يعني الادوية اللي احنا قلنا عليها بيتامين دال بيتامين بي سكس دي بيتامينات رائعة جدا تخلي حالتك نفسية في قمة اداءها فانت مسلا اللي يكن تروح تجيب بيتامين دال او تتعرض لاشيات الشمس شوية الصبر اه بيتامين بي سكس اه الكالسيوم والماغنيسيوم الكالسيوم والماغنيسيوم ممكن تجيب اي مكامل جزائي في كالسيوم والماغنيسيوم وتجيب اه بيتامين دال وبيتامين بي سكس حاجة اه مسلا كل واحدة وتبدأ تاخدهم دوما تتحسن لك الحالة النفسية يبقى دي كده بالنسبة لادوية تحديد المشكلة هو نص العلاج بتاعها يعني انا لو انا عرفت مثلا ان الوقت الفلاني اما انا مثلا بروح للشخص الفلاني باتعصر طب لا انا رايح له ليه بدام هو عامل لي مشكلة عامل لي مشكلة حياتي يعني يعني انا مسلا لابد ان انا اعرف بنفسي لابد ان انا اعرف لابد ان انا ممكن تتعمل ميوت لحد بس ما خدمت. اه يعني عايزين نعرف وقت العصبية قبل ما تيجي العصبية. ضروري جدا ان انا اعرف وقت العصبية قبل ما تيجي العصبية. علشان نقدر ناخد خطوات بدايا ان احنا نتخلص منها. يعني مسلا دلوقتي انا برايح لشخص معين اه الشخص ده ممكن يعصبني. طب ليه انا رايح له? يبقى انا لابد اواخد خطوات تخليني هادي او اشياء تخليني هادي. يعني انا مثلا المكان ده بيعصبني او الشخص ده بيعصبني. لا تعمل معاه. امسحه من حياتك. اي حد ممكن يعمل لك مشكلة امسحه من حياتك. علشان انت اللي هتمرض وهم قاعدين في حالة من البرود يعني. يعني علشان تقدر تتماسك. تاني حاجة يعني الناس واحد راح للناس والسلام يا رسول الله اديني نصيحة لا تغضب. اديني نصيحة لا تغضب. اديني نصيحة لا تغضب. ثلاث مرات يرددها علي. فحياتك انت تم تمسك نفسك. بيقول لك يعني اه 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 ليس الشديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعدون القوية فيكم؟ قالوا الذي لا تصرعه الرجال. الصحابة ردوا فقالوا الذي لا تصرعه الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عشان كده القادة او الناس الناجحين في حياتهم او هم الشخصيات اللي يداروا يمسيقوا نفسهم. فانت تذكر ان انت في يوم ما عايز تكون شيء في حياتك. تخيل ان انت هذا الشيء. هل انت ممكن مثلا وليكن تتعصب او تعمل اي شيء مثلا وليكن يعمل لك مشاكل فانا بقول لك هو يبقى ليس الشديد بالسرعة والنمى الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب دي النقطة الاولينية اما انت تبقى عصبي هناك طريقة للتنفس ممكن نعملها تسهل لنا تخلينا في حالة من الاسترخاء انا مثلا دلوقتي عصبتك اعمل ليها دكتور احمد بشكل بسيط باخد بظهر الورا كده مفروض وبعد كده باخد نفس عميق وباكتم النفس ده جوايا بعد عشرة واحد اتنين ثلاثة اربعة حادي مايوصل العشرة وبعد كده ابدأ اطلع النفس في اطول فترة زمنية ممكنة انا بدلوقتي هو ست 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 ستلمانية解نس وعشبه بعد كده ابدأ اطلع وحدة واحدة بطلع النفس في اطول فترة زمنية ممكنة بطلع النفس في اطول بطلع النفس فأطول فترة زمنية ممكنة وباخد النفس عميق. لو انت عملت هذه الطريقة تلت اربع مرات تتلقي نفسك يديت وفي حالة من الاسترخاء الشديدة ان ما فيش حد يقدر يأثر عليك. ما حدش يقدر يخش يفتح مفتاح العصبية بتاعك. يبدي طريقة التنفس. افضل طريقة للتخلص من العصبية ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة من افضل الحاجات على الاطلاق اللي ممكن تعالج لنا العصبية. ليه دكتور احمد رياضة? رياضة بتفرز لنا تلت هرمونات للسعادة. واحد تم افرص في جسمه تلت هرمونات سعادة. هل هل هذا الشخص يتعصب? سعيد. مش هتفرق. اه بقال كلامي اي? قال كلامي دايق. قال كلامي يستفز. قال كلام يعم. خلاص هو لنفسه. خليه يتعصب براحت هو يا. لكن انا في حالة من الهدوء والسكينة. لان الكلب ما بيهوهوهوه محدش بيرد عليه. لو ردت عليه تبقى انت من نفس القبيلة بتاعته. المهوهوين. اه تمام. يبقى كده. يبقى اهنا كده قلنا. اول حاجة التنفس ليه دور كبير جدا في علاجة العصبية. ممارسة التمارين الراضية بيفرزينها هرموني الدوبامين والاندروفين والسيروتونين. الدوبامين والاندروفين والسيروتونين دولي بيفرزهم ما شخص بيلعب يلعب يلرياضة. فرياضة من افضل الحاجات اللي اتخليك. عشان كده ما بتبادلها برياضة جامعة. مش فيك حل للعصبية. مش فيك حل التدخانة. من اللي بيديك بتمشي اصلا لكن. لكن انت لو انت لكن لو انت لعبت اه لو لعبت رياضة فانا بعيدك ان انت بتقدر تتخلص من عصبية. هناك بعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا زي اليوجا مسلا طبعا الصلاة اقراءة القرآن دي كلها حاجات ممكن تتخلصنا برضو من العصبية. نقدر نقول ااه ما تضغطش على نفسك. يعني ما تعملش الحاجات اللي ممكن تخليك متعصب او بتاع ما تضغطش على نفسك. اعمل بس الحاجات اللي انت تبقى بالنسبة لك يعني يعني لا يكلف الله نفسا الا واستعها طبعا شرب الكحوليات والمخدرات وهذه الأشياء برضو ممكن تكون سبب فيه العصبية عندنا فطبعا بالنسبة لأي حد آآ الحاجات دي برضو نحاول نبيض عنها لو كانت موجودة يعني آآ يعني يعني ده كده بشكل أساسي ممكن نقول مسلا علاج للعصبية زائد الأدوية اللي انا قلت لك عليها تحسن لك العصاب والمشروبات اللي احنا اتفقنا عليه الله يحطيك ألف عافية دكتور وما قصرت مشكور جد جد كتير الله يحطيك ألف عافية يا رب اكوني قدرت انا لفرياتك انا اتشرفت معرفتك يا عمد ان شاء الله الله يبردك فيك وان شاء الله منلتقي الاب عني التي تكون انا ما يؤمر عليك ظالم. الله يسعدك. الله يسعدك. يلا. انا عملت لك متابعة. ورغم ان انا صعب ان انا عمل لحد متابعة. وانا برضو كمان الله يسعدك. الله يسعد لك يا دكتور. وان شاء الله من ليلة يبوقي الثاني. ان شاء الله تعالى. الله يعطيك الف عافية. الله يسعدك يا رب. وجزاك الله خير. وجزاكم مسكرا. حيات الله. سلام عليكم. يومك سعيد حياتك الله سعادة. عليك.